اشتركوا في القناة أولاً أتأسف لكون مغاربة العالم هم كبش الفداء لما بدأت الجائحة الكورونا في مارس 2020 ما جننا نتذكر العليقين والعليقات لا داخل الوطن ولا خارج الوطن كذلك العليقين من الأموات دي المغاربة العالم وقاتل الإجراءات تلو الإجراءات الصيف الذي فات تم فتح الحدود في وجه مغاربة العالم لكن بمجموعة هذه الشروط وبعد ذلك تم الإغلاق إلى يوم 7 فبراير 2022 لما تم الإعلان عن فتح الأجواء المغربية في وجه الرحلات الجوية العالمية لكن بشروط هذه الشروط أعتبرهم شروط تأسفية في حق 1-10% من المجموعة الساكنة هذه المغاربة العالم التي تدار في وجه دي لهم هذه الشروط التأسفية هم قاموا بوحد التحويلات التي وصلت رقم قياسي خلال الجائحة الكورونا ويمكن لي نقول وأفتخر بأن مغاربة العالم هم كانوا صندوق احتياطي ديال الأزمة ديال الكورونا فيما يتعلق بالدعم والمساعدة للعائلة ديالهم ولا كذلك المعارف ديالهم ما عرفتش علاش أن الطلبة اللي كانوا في أوكرانيا جاءوا للمغرب بدون أي إجراءات احترازية ما عرفتش علاش أن الجمهور ديال الكورا مثل الكونغو كذلك بدون إجراءات احترازية الحمد لله أن أوميكرون ظهرت في المغرب ومن طرف المغاربة ما جاءتش من الخارج لكن كل الدول ديال العالم خفت الإجراءات ولغات الإجراءات وآخرها الآن السعودية يمكنك مشي الدير العمرة والحج ما كنش الإجراء الاحترازي ديال لا البيس اير ولا التلقيح إذن إلى متى غادي نبقى في هذه الإجراءات الاحترازية مع العلم أن كذلك العلاقات المغربية الإسبانية الحمد لله رجعت طبيعتها والوزير الخارجي الإسباني سيأتي للمغرب في فاتح أفريل لكي يتذكروا على فتح الحدود البحرية إذن ستكون عمليات مرحبة 2022 أعنا ذكر هذه العمليات سي جمريا من الآن الحمد أن تكون استعدادات كيف يترقب مغاربة الخارج هذه العمليات هذه العمليات المرحبة خصوصا بعد عامين كيف ما قلنا من الأزمة أن تنقل يجب أن تبقى عمليات مرحبة كل طوال السنة لأنه ليس من المعقول أن دائما تنجيوا الخمسطاش ينوح تلخمسطاش وتنبير وتنقلوا لمغاربة العالم مرحبة بكم فمغاربة العالم مرحبة بهم لأن هذه بلادهم وبلاد الأجداد الأباء ديالهم والأجداد ديالهم أنا لما أتحدث عن الأجيال الجيل الرابع والخامس والسادس إذن عملية مرحبة مخصوصة تكون عملية ارتجالية لأن عملية مرحبة خصوصة تكون عملية يشاركوا فيها كذلك كذلك ممتلين عن المجتمع المدني ديال المغاربة العالم اللي يمكن لهم كذلك بالأعراء ديالهم بالاقتراح حد ديالهم تكون هذه العملية بثلاثة وتنتمنى أن هذه عملية مرحبة 2022 تكون عملية مفتوحة في وجه جميع مغاربة العالم بدون استثناء وبدون إجراءات دكتة عسفية لأن تظل المسؤولين في المغرب بأن الهجرة هي مغاربة أوروبا مغاربة إفريقيا، مغاربة أسيا، مغاربة دول الخليج مغاربة اللي في أمريكا اللاتينية، في أستراليا، في جميع الدول ديال العالم معنى أن هذه عملية مرحبة خصت تهم كل مغاربة العالم وليس إلا المغاربة اللي تيجيوها عن طريق الخزيرات والميناء ديال الطنجة المتوسط أولاً حكومة أخنوش مع الأسف من نهار التنصيف ديالها في أكتوبر 2021 لم تلتقي مع مغاربة الخارج ولم أقول مغاربة العالم فمع ممتلين ديال مغاربة العالم أظن أن عزيز أخنوش عنده ضعف في التواصل لم تلتقي مع مغاربة الداخل وحتى مع مغاربة الخارج وحتى في ديوان دياله أظن أنه كان لديه مستشار مكلب بالهزراء فهذا المستشار مكلب بالهزراء فهو ضعيف في الشؤون ديالهزراء لأنه من أكتوبر إلى الآن ما كانت تشي تواصل مع مغاربة العالم وحتى أي إجراء مع مغاربة العالم حتى الوزارة التي كانت منتدبة مكلفة بالمغاربة القاتنين بالخارج تم الحتف ديالها وأصبحت جزء من حقيبة السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والسيد ناصر بوريطة وزير الخارجية ظنوا أن القطاع ديال مغاربة العالم فهو قطاع ديال جوازات الصفار في القنصريات وعقود الازدياد والمسادقة على الإمضاء لكن نسي بأن انتظارات مغاربة العالم هي أكتر من جواز الصفار من المسادقة على الإمضاء أو من عقود الزواج والطلق نعم بالنسبة للحالة كانت تكلموا على الوزارة ولكن يجب أن تكون لدينا مجلسة الحكامة مجلسة التي يمثل المغرب الخارج الآن هذا المجلس لا أعرف إلى أي حد تقيمه من قبلكم أول مجلس الجالي المغربي بالخارج فهو تم تأسيسه في دجنبر 2017 دجنبر 2017 هذا المجلس كان في البداية ستكون المهمة ديته هو إعداد مجلس الجالية من خلال مشاورات مع المجتمع المدني دي المغاربة العالم وكذلك مع المؤسسات المختصة والمكلفة بالملف دي الهجرة جاءت أحداث 20 فبراير 2011 جاء دستور 2011 تمت دسترة مجلس الجالية لكن الذين كتبوا الدستور دي المغرب واللي كان معهم دريس اليازامين اللي هو في نفس الوقت رئيس مجلس الجالية بدكائه كما فعله خلال تعيين أعضاء مجلس الجالية اللي هم خمسين عضو فهو اقترح 37 وخلت 13 دي المقاعد فارغة باش أنه يسكت بها كل معارضين ويقول لهم رابلسكم مع 13 أجدرت سيدريس اليازامين لأنه العمل دياله هذا هذا المجلس الجالية لم يدر له قانون تنظيمي يدر له قانون عادي كما المجاليس الحكمة الأخرين بقانون تنظيمي وما معنى القانون التنظيمي هو أنه خلال الولاية الشريعية الأولى بعد الدستور أي الولاية ديالبن كيران كان خاص يكون القوانين التنظيمية كلها واجدة وتنزلاته فإن المجلس الجالية لم يكن داخل القوانين التنظيمي ينتظر قانون عادي كما لم يكن القانون وإنما كانت نزهة الوافي لم يكن قانون وقبل أن نزهة الوافي كان عبد الكريم بن أعتيق لم يكن قانون المجلس الجالية نحن لا نطالب بشي شيء جديد نطالب بقانون المجلس الجالية هذا المجلس الجالية اللي غادي يكون نريده أن يكون في نفس الوقت استشاري ومخاطب ينوب عن مغاربة العالم لأنه الآن ما عندناشي شيء مخاطب اللي يمكننا أننا نمشي عنده باش أنه يخاطب المسؤولين هنا في المغرب إذن القانون دي المجلس الجالية هي مسألة أصبحت مشتعجلة وكذلك يجب إشراك المجتمع المدني دي المغاربة العالم في إخراج هذا القانون لأنه لا يعقل باش أن المجلس الجالي واحد القوة مهمة لكن ما زال لحد الساعة أنه يشتغل بظاهير 2007 إضافة إلى هذا الإشكال تمثيل مغاربة الخارج من بين القضايا التي تروج هنا في المغرب قضية ترامع العقار وهذه في جل المحاكم المملكة كاللقوا أنه الضحايا من مغاربة الخارج تشكلوا واحد نسبة أنتم داخل مرصد التواصل الهجار كيف تعالجوا هذا الأمر هذا وكيف تنبهوا المسؤولين خصوصا أنه كانت لسالة ملاكية وكانت رصانة قانونية هل كيف الخلل ضمن هذا الترامع العقار؟ الخلل كان هو أنه لا يوجد حزم في المعالجة الملفات المافيا العقار لأننا نضمنا كندوق بروكسيل حول هذا الملف هذا الشائك والألف المغاربة العالم من الضحية النصف والاحتيال والذي كانوا كضحايا ديال المعارض العقار اللي كانوا المسؤولين والوزراء ديال الجالية ولا حتى ديال السكنة والتعمير تحضروا وافتتاح معنى أنه مغاربة العالم تقولوا بأن هذا المعارض العقار معارض ديال الأتقة إذن أنه يمكن لي أن نقوم بشراء عقار في المغرب ديال الآلاف ديال الضحايا من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب عيو ما يديروا الوقافات عيو ما يشكيوا رغم الرسالة الملاكية رغم أن ذلك القانون العين اللي تم النقاش ديره في البرانوة لكن ذلك المادة الجوج اللي بدك القانون ما تمش التغيير ديالها وتيعطي الفرصة أن المافيا تستولي على عقارات مغاربة العالم لأنه الأغلبية ما تيجيوش بانتظام المغرب الملفات الآن في المحاكم المغربية الناس تيشكيوا كذلك من ذلك البوابة الإلكترونية ديال رئاسة النيابة العامة لكن رغم الشكايات ما زال الملف وتنتظروا من الدولة المغربية أنها تقوم باش تنهي هاد الملف هذي لأنه دازو وزراء ديال الإسكان تشي واحد ما عنده الشجاعة أنه يضح يضح هدل هاد الملف ديال ما في العقار دازو وزراء ديال العدل ولا أحد رغم أن الضحايا ترقوا جميع الأبواب وكان لي أنه أعطى الفلوس دياله وشرا الوهم وكان لي ترقوا الأموال ديالهم لكن النيابة العامة لم تقوم بالواجب دياله اللي خاصة تقوم به باش أنه تنصف هذي الناس وتنصف هذي الضحايا وتنصف العائلة ديالهم لأن هناك بعض الضحايا اللي ماتوا بسكتة قلبية جراء هذا النصب على المتلكات والعقار ديالهم كسؤال الأخير يعني علمنا على أن هناك رسالة ستوجه للملك أو ترفع للملك يعني شنو هي الخطوط العريضة ديال الرسالة الرسالة التي سنقوم بتسليمها في الدول الملكي واللي فيها واحد المجموعة ديال الانتدارات ديال مغاربة العالم لأننا طرقنا جميع الأبواب المسؤولين في المغرب ما تتكلموش وما تيفيفش بالوعود ديالهم لما تجلسوا مع الممتنين ديال جمعيات المجتمع المدني ديال مغاربة العالم إذن نحن كما تنقولون اللي بغيسعة يقصد الدر الكبيرة إذن إحنا غادي نمشي عند العاهل المغربي اللي باش يعطينا الحقوق ديالنا لأنه هذه حقوق مهضومة وهذه انتدارات لأنه نقدر نقول لك أنه الخطوط العريضة ديال هذه الرسالة اللي سنتحدث فيها عن المشاكل ديال المغاربة العالم في القنصليات والصفارات مافيا العقار ديال المعاهدة ديال التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية اللي تنطلب بالتعديل ديالها أو الإلغاء ديالها القضية ديال المدونة ديال الأسرة القضية ديال المحاكيم القضية ديال العلاقات ديال السلطات المغربية مع مغاربة العالم أنه غادي رسالة في نفس الوقت هي كتاب أبيض اللي غادي نسلموه لديوان الملاكي سي جامل ريال وأنت رصيد أو رئيس مرصد التواصل الهجراء كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا ومرحبا بكم مرة أخرى موسيقى